ككل مرة تساعد فيها ميليشيا الحوثي الإرهابية في جبهات الساحة الغربي على تخصد سوى الخيبة والخسران وتعجز أمام صمود والسبسال رجال القوات المشتركة عن تحقيق أي تقدم تسعى إليه في خطوط التماس القوات المشتركة أحبطت خلال الساعات الماضية تحركات مكثفة للميليشيا الحوثية الإرهابية ومحاولة استحداث خنادق ضمن خروقتها المتصاعدة لوقف إطلاق النار في الحديدة الأعلام العسكري للقوات المشتركة أكد رز تحركات مكثفة للميليشيا المدعومة من إيران قرب خطوط التماس في قطاع كيلو 16 شرقي مدينة الحديدة وسرعا ما تم التعامل معها وتكبيدها خسائر كبيرة ولا ذمن تبقى منهم بالفرار القوات المشتركة حققت إصابات مباشرة في ثقنات وأوكار الميليشيا وتحصيناتها المستحدثة وحاولت الميليشيا الحوثية حفر خنادق بين المزارع الواقعة على خط زبيد جنوبي شرق التحيطة ضمن مخططاتها البائسة للسهداف منطقتين الجبلية والفازة غير إن محاولاتها تلك باءت بالفشل فقد كانت مدفعية القوات المشتركة لكل تلك المحاولات بالمرصاد استهدفت عملية الحفري بضربات مركزة أو قاعة قتلى وجرحة في صفوف الميليشيا وأجبرتها على الثرار إلى مناطق نائية غير ذات قيمة عسكرية اشتركوا في القناة